بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في قناة إبداع التنمية بشرية القناة التي تعنى بتطوير الدات والروقي بالمجال التربوي في هذا الفيديو سنحاول تعرف على طريقة تحويل استبيان عادي إلى اختبار هنا لدينا تقويم قمنا بإعداده تقويم في اللغة العربية وضعنا الأسئلة لاحظوا الاسم الكامل للتنمية لمستوى الدراسي ثم هذا النص أخذنا هذا النص على شكل الصورة وضعناه وديننا هذا النص بأسئلة هذا السؤال الأول اختر عنوان مناسب للنص ثم السؤال الثاني ثم الثالث والرابع والآن سنحاول التحويل هذا الاستبيان العادي إلى اختبار كيف ذلك؟ إذن مباشرة نأتي إلى الإعدادات نضغط على كلمة إعدادات هنا لدينا عام عرض تقديمي والاختبارات إذن عام جمع عنوان بريد الإلكتروني من قبل المتعلمين إذا ضغطنا عليها فمباشرة سنطالب المتعلمين بإضافة عنوان بريدهم الإلكتروني لإرسال الأجوبة إلى تلك العنوان وهنا في الخانة الثانية يجب تسجيل الدخول التقيد برد واحد بمعنى إذا ضغطوا عليها هنا هذا المتعلم الذي سيجيب على هذا الاختبار سيجيب مرة واحدة فقط ولن يستطيع الإجابة مرتين أو أكثر هنا يتطلع منه بطبيق الحال دخول إلى جوجل إذن خلال البريده الإلكتروني إذن إذا ضغطوا هنا على هذا الخانة سجعل من التنميذ يجيب إجابة يتقيد بالإجابة بإجابة واحدة فقط ثم الخانة الثالثة يمكن للمجيبين تنفيذ ما يلي التعديل بعد الإرسال إذن هذا في حالة إذا لم نقيد تلميذ بإجابة واحدة أما إذا قيدنا بإجابة واحدة فنضغط هنا على هذا الرمز تقيد برد واحد ثم جمع عنوين بريد الإلكتروني نأتي الآن إلى عرض تقديمي الخانة التي تعاني بالعرض تقديمي إذن فيها الخانة تظهر لي إظهار شريط تقدم بالنسبة للمتعلمين الترتيب العشوي للأسئلة إذن إذا ضغطنا هنا على الترتيب العشوي للأسئلة فإذا كانت لديك مجموعة من الأسئلة وهذه الأسئلة تكون غير مرقامة يكون مثلا تمرين رقم واحد تمرين رقم اثنان إذا كانت غير مرقامة تمرين وسؤال تمرين الآخرين إذن الهدف من هذه الإضافة أنه بالنسبة للمتعلمين ستتفادى مسألة الغش والنقل فيما بينهم فأنا كتلميدي عندما أدخل إلى الرابط الاختبار سيجد الأسئلة على ترتيب معين زميلي عندما يدخل إلى نفس الرابط سيجد الأسئلة مرتبة بشكل آخر إذن عندما الترتيب العشوائي يكون بصفة أوتوماتيكية بحيث تستفادى مسألة النقل والغش في الاختبار ثم رسالة التأكيد عندما ينتهي التلميذ من إنجاز الاختبار تكتب له هنا شكرا لقد تم التوصل بأجوبتكم إذن تدوينها هنا جيد إذن الاختبارات إذن هنا هذه الخانة هي المهمة جدا وهي التي ستمكنها من تحويل الاستبيان العادي إلى اختبار إذن جعل هذا الاختبار أضغط عليها جعل هذا الاختبار إذن تعيين قيم النقاط للأسئلة والسمح بوضع الدرجات تلقائية إذن عندما أضغط عليها مباشرة على هذه الخانة إذن سأحول هذا الاستبيان العادي إلى اختبار ثم إصدار الدرجة مباشرة هنا يعطينا خياران إما أن أصدر الدرجة التي النقطة التي حصل عليها التلميذ مباشرة بعد كل إرسال أي مباشرة بعد أن يرسل إجابته يحصل على النقطة العددية التي تمنح له أو في وقت اللاحق بعد المرجعة لليدوية وفي هذه الحالة ترسل له نقطته على بريده الإلكتروني إذن هنا سنختار مباشرة إصدار الدرجة مباشرة بعد كل إرسال مباشرة بعدما يرسل الإجابة يتوصل المتعلم بنقطته العددية وفي الأسفل يمكن أن نجيب مشاهدة ما يلي الأسئلة هنا مهمة جدا بالنسبة للتغذية الراجعة سواء بالنسبة للأسادة أو بالنسبة للتلميذ إذن التلميذ عندما أضغط على هذه الخانات وهي تمنح لي مباشرة عندما أضغط عليها وأختاروها فهنا التلميذ عندما ينتهي من الإجابة وحصل على نقطة العددية تظهر له أجوبته الأسئلة الصائبة والإجابات الصحيحة وإجاباته الخاطئة وإجاباته غير خاطئة وإجاباته الصحيحة وقيم النقطة التي تمنح له عن كل سؤال وقتل هنا هنا المنطقة الشفافية ثم أضغط على حفظ عندما أضغط على حفظ إذن هنا التلميذ سيكون مطالب بإضافة بريدي الإلكتروني وإضافة مباشرة الآن سننزل إلى الأسئلة لاحظوا معي بالنسبة للسؤال الأول يختار عنوان مناسب للنص إذن لاحظوا معي جدا سأضغط عليها هنا في الوسط وتظهر له هذه الخانة مفتاح الإجابة مفتاح الإجابة إذن هل مفتاح الإجابة هنا أضغط عليها إذن الجواب الصحيح بالنسبة للعنوان هذا النص هو حبه في هذه الحالة هو حبه الوطن سأضغط عليها إذن هذه الإجابة الصحيحة وسأعطيها مثلا نقطتان نقطتان جيد إذن هنا إضافة تعليقات على إجابة إذن إضافة تعليق إذا كانت الإجابات غير صحيحة وفي حالة الإجابات الصحيحة إذن نحن سنقول في حالة الإجابات الغير صحيحة سأقول للأسف لاحظوا معي جيدا للأسف إجابة خاطئة للأسف إجابة خاطئة في الحالة الإجابة الصحيحة نقول أحسنت إجابة صحيح إذن ونضيفها هنا ثم حفت شيء يجد الله حلو ظهرت هنا للتعليقات أحسنت في حالة الإجابة الصحيحة أحسنت إجابة صحيحة وفي حالة الإجابات الخاطئة أقول للأسف إجابة خاطئة وهنا أحدد معيار النقطة ستكون نقطتان عن هذه الإجابة الصحيحة ثم أأتي إلى هنا وأضغط تم جيد جدا إذن تهيت من السؤال الأول أنتقل الآن إلى السؤال الثاني السؤال الثاني أضغط هنا في الوسط جيد إذن ثم مفتاح الإجابة معناه إذن هنا لدي إمكانية الإجابة على إمكانية اختيار إجابتي سأضغط هنا تتطلبه وتستوجبه وسأمنح لكل واحدة منهم نقطتان بمعناه هنا ستكون أربع نقاط ثلاثة أربع نقاط نفس الشيء بالنسبة لإضافة التعليقات إلى الإجابة إذن بحث إجابة غير صحيحة أكتب للأسف إجابة خاطئة أو أكتب ما شيء إجابة صحيحة أكتب هنا أحسنت إجابة صحيحة ثم حفظ عيد وتم ممتاز إذن هنا ممكن أن أضيف شيئا مميزا مثلا إذا أردت أن أحصل جواب التلميذ في هذا السؤال من خلال إجابتين فقط أو خياران الجواب على خياران فقط بحيث أتفادى أن يجيب التلميذ عن ثلاثة خيارات أو أكثر إذن أتي إلى هذه الخانة أضغط هنا التحقق ثم هنا التحقق من صحة الرد ثم أضغط عليها إذن ستظهر لي هنا هذه الخانة إذن أقل تحديد أضغط عليها أكبر تحديد بمعنى هنا أحصل المتعلم في خياران أو ثلاثة إلى آخرين مثلا بالنسبة لهذا إجابة على هذا السؤال تحتاج خياران فقط إذن أضع على الأكثر خياران إذن أكبر تحديد هو إثنان إذن سأحصل إجابته في خياران فقط لاحظوا معي جيدا عندما أذهب إلى المعينة وآتي إلى هذا السؤال الثاني لاحظوا مثلا عشوائيا أختار خياران لاحظوا خيار أول ثاني الثالث عندما أضيف خيار الثالث أختار ثلاث خيارات يجب تحديد إثنان من الخيارات كحد أقصى إذن هذه هي التي أضفتها أنا حتى أتفدع أن يقوم المتعلم بإضافة ثلاث خيارات نعم جيد الآن ننتقل إلى باقي الأسئلة إذن انتهينا من السؤال الثاني نفس الشيء نقومه بالنسبة للسؤال الثالث إذن السؤال الثالث معنا تكريس العمال تخصيصه لما هو في خير إذن آتي دائما إلى مفتاح الإجابة أضغط على الإجابة الصحيحة تخصيصه ثم أعطي مثلا نقطتان جيد إضافة تعليقات على الإجابة نفس الشيء إجابة غير صحيحة أكتب هنا إجابة خاطئة إجابة صحيحة أدون هنا إجابة صحيحة ثم حفظ ولا تنسوا الضغط على تم حتى يتم حفظوا الإضافات مباشرة نتقل إلى السؤال الأخير إذن السؤال الرابع أضغط عليها في الوسط ثم مفتاح الإجابة نعمل له بإخلاص وتعليها نقطتان نفس الشيء إضافة تعليقات الإجابة إذا كانت الإجابة غير صحيحة أكتب هنا إجابة خاطئة هنا إذا كانت الإجابة صحيحة أكتب أحسنت مثلا إجابة صحيحة أضع حفظ ولا تنسوا دائما تم إذن هنا قمت بوضع بتحويل هذا الاستبيان إلى اختبار لاحظوا معي الآن سنتقل إلى التطبيق معاينة ولاحظوا قبل ذلك بالنسبة للردود سفر لما تركى أي رد من التلميذ طب الحل أنني لم أنشط رابط هذا الاختبار إذن لاحظوا سالآن مثلا أرسلت هذا الرابط ودخل إليه التلميذ سيضع عنوانه البريد الإلكتروني على سبيل المثال هذا عنواني الإلكتروني اسم الكامل أضع اسمي على سبيل المثال ثم 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 والآن ثم 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 呀 إرسال لاحظوا معي جيدا إذن عندما أرسل لقد تم تسجيل وردك تقوين في الأور العربية لقد تم تسجيل وردك هذا ما سيظهر للتلميذ عندما ينتعي من الإجابة عن الاختبار ثم أضغط هنا على عرض النتيجة إذن هذه الواجهة التي تظهر للتلميذ عرض النتيجة أضغط على عرض النتيجة هناك تلميذ فأشاهد إجمال النقاط 8 على 10 وهنا تظهر تقرير عن أجوبتي إذن سأتعرف على الأجوبة الصحيحة بالنسبة للسؤال الأول إذن إجابة صحيحة سؤال الثاني كذلك سؤال الثالث لاحظوا بالنسبة للسؤال الأول الذي أضبته إليه التعليقات هذه إجابة صحيحة فمباشرة أحسنت إجابة صحيحة جيد إذا كانت إجابة خاطئة ستظهر لذلك التعليق الذي أضبته ثم هذا بالنسبة للسؤال الثاني سؤال الثالث الرابع الذي هو إجابة خاطئة إذا لاحظوا معي جيدا هذا هو الإجابة خاطئة مباشرة يعطيني الإجابة الصحيحة الذي هو إذن هي بمثابة تغذية راجعة بالنسبة للمتعلم حتى يصحح خطأه بنفسه ويستفيد أيضا من من خطأه وشكرا جزيلا نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو والفيديو المقبل بإذن الله سيكون حول طريقة إضافة شهادة تقديرية تمنحه لكل تلميذ يتفوقوا ويتميزوا في اختبار معين لا تنسوا الاشتراك في القناة بضغط على زر الاشتراك ومرحبا بكم مجددا في قناة إبداعات تنمية بشرية ترجمة نانسي قنقر